المباراة أنا خط المباراة دي يعني مرتين ثلاثة أنا لسه هقوله هو أنت بقى أكتر واحد زي بقى لو يشاهد عين على كل المشاهد دي مشاهد أن الأهل يبقى حاسم الأمور مشاهد أن الأهل يتحط في موقف صعب قبل المباراة العودة مشاهد كثيرة في مباراة كثيرة أفريقية فأنا برضه بقى عايزة أقول للناس ما تحبطوش اه ازعل شوية ازعل اولا خرج كذبان ازعل طبيعي أن الهدف فعلا عكس مجريات تماما بس ما تحبطش فأنتش قلنا بقى قلنا المشاهد اللي انت بص إن عدينا بنفس الموقف ده في 2012 كنت مدرب عاما ع عسام البدري واحد واحد في البرج العرب مع الترج اه في برج العرب صح وكان هم المتقدمين هم المتقدمين واحد صفر الشوت الأول وبعدين نتعادلنا معهم الشوت الثاني وفي الوقت ده كانوا هم خسروا اتنين لعيبة لو تفتكر كانوا سامح الدربالي خسروا الاتنين اللي بلعوه في الجنب اليمين سامح الدربالي وسموا الأفول صح ودي كانت مفتاح من مفاتيح الفوز بتاعنا في المباراة العودة صح اه عايز اقولك على موقف تاني برضو حصل إن دايما المباريات اللي هي القمة يمكن إحنا كسبنا 3 واحد هنا في الترجي في 2018 ايوة وروحنا هناك خسرنا 3 سفر ايوة فدي برضو من المباريات اللي عايز اقولك ايه يعني مفيش حاجة مضمونة بعد مباراة الزهاب اه يعني سواء كسبت كتير فانت مش ضامن ان خلصت فوزت بالبطولة انا معاك وسواء ما كسبتش او تعادلت فده ممكن تخليك تكسب البطولة عادي ويديك احنا دايما المباراة النهائية اهلي لو لعب بالطريقة الصحيحة وما خافشي ممكن يجيب اهداف هناك بشكل قوي جدا حلو انت بعد مباراة ذهاب وفيها نتيجة مش مطمئنة بتخش تقول ايه اللعيبة تخش كلهم محبط بقى لا حالة صعبة بتخش تقولهم ايه لا طبعا بنا بخش انا اساسا يا كريم كمدرب لازم اكون مأهلهم من قبل المباراة ان دي شوت مش مباراة كاملة صح دي شوت يعني احنا خلصنا شوت وهنخش الاستراحة بس بعد ما هي ربع ساعة هي ست ايام وهنلعب يوم الحد اللي هو 11 الشوت التاني فدي احنا متفقين عليها ومجهزين نفسنا نفسيا الكلام ده من قبل المباراة الاولى ليه لان انت لو جيت اختلاق يعني غيرت كلامك في الفترة اللي هم التلات اربع خمس ايام الجايين دول هتبقى صعبة على اللعيبة لكن انت بتتعامل من الاول ان هي كلها شوتين شوت عندك وشوت هناك وبالتالي لازم نتعامل مع المباراة كلها اللي هي المباراة اللي هنا واللي هناك كأنها مباراة واحدة من شوتين